معاناة إيران ستستمر حتى سقوط النظام الحاكم في طهران هكذا ترى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي أكدت أن انهيار الأوضاع في إيران لن يتوقف بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية نظرا للدمار الكبير الذي لحق بالاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات الشديدة التي فرضها دونالد ترامب والتي أدت إلى توقف صادرات إيران النفطية بشكل شبه كامل وهو ما يهدد بقاء نظام طهران حتى وإن قررت إدارة البيت الأبيض الجديدة استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي ولفتت المؤسسة البحثية في تقرير لها أن سياسة أقصى الضغوط التي تمارسها واشنطن على طهران أدت إلى دخول اقتصاد إيران في أسوأ مراحله فيما تعجز طهران عن استيراد سلع أساسية بسبب تآكل احتياطها الأجنبي حيث بات لا يسعها الوصول إلى أكثر من 9 مليارات دولار فقط من الاحتياط الخارجية التقرير أوضح أن تفشي وباء كورونا أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران وهو ما تسبب في زيادة الصخط الشعبي ضد النظام رغم نجاحه في تفادي انتفاضتين شعبيتين عامي 2018 و2019 بعد أن قمعهما بالحديد والنار إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية الآن تمنع اندلاع ثورة جديدة قد تكون أقوى من سابقتها كما وأن إيران تتعرض يوما بعد آخر إلى مزيد من العزلة الدولية وإن كان نظام طهران يتمتع بنفوذ كبير في بعض الدول مثل لبنان وسوريا والعراق فإن هذا المحور الذي يطلق عليه بمحور المقاومة والممانعة هو مجرد براطورية تقبع في فوضى اقتصادية واجتماعية وفقر مدقعة وانتهى التقرير بالقول إنه من غير المرجح أن يستمر نظام طهران في البقاء دون اتفاق نووي جديد وقرار أمريكي بتخفيف العقوبات ولذلك فإن على الإدارة الأمريكية الجديدة استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق مقبول ليس من الناحية النووية فحسب بل في مجال دعم إيران للإرهاب وميليشياتها ووكلائها في المنطقة فضلا عن استمرار النظام في التنكيل بشعبه الذي يستحق أن يعيشه والآخر بكرامة بكرامة